زميلي عبدالله اسماعيل حياك الله في بودكاست هوية صفي يعني أنا في وضع متوتر صراحة من هذا الحوار ليش أنا اللي متوترة لا أنا حاس أني أنا ومكاني غلط أصلا أنا إياه عشان أفهم شيء واحد ليش صفي الشحيت ما تحاورني أساسا شو اللي شايفت إنه أنا ما بعرف أنت ما تعرف أنا كيف أتوتر يوم أنت تكون موجود في الحوار لا لا لأن ما شاء الله عليك عندك هاي الخبرة الكبيرة أنا عندي انطباعي شخصي عنك يعني عبدالله بس ما عرف هالانطباع هالهو حقيقي ولا لا أبعرف أكثر عنك عن شخصيتك حياتك أنت شو تحس اليوم الآن في هذه اللحظة يوم حد يقول لك إنه هو يشوفك إنك أنت شخص واو واو لا لا محتلف مميز لا أقول لها هون عليك شوية لا فعلا فأنا في أشياء كثيرة ما أعرفها عنك على فكرة مع أنك أنت ظاهر جدا ولكن فيك أيضا غموض صح صح هو هو الإنسان في مجال الإعلامي يكتشف أنه في النهاية الناس تبغي تشوف زاوية هي اللي اختارتها ما بو اختارها يعني كل واحد يبغي يشوف الإعلامي شي هو ينقصه فتحصلين مثلا أقصد اللي يهتم في الفاشن والموضة والبهرجة والمال يبحث عن بعض الإعلاميين اللي حاتهم أو الفنانين أو المشاهير اللي حاتهم ظاهر فيها سيارات والبذخر والمجوهرات وغيرها والإنسان اللي عنده مشكلة يبحث في المذيعين أو في اللاعبين أو في الفنانين عن هالمشكلة ذاته فيبدأ يقول لك هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه فنحنا أصلا يعني انطباعات الآخرين عننا أنا أشكرت هي انطباعات غامضة هم يعرفون جانب فقط الإعلامي الشاطر جدا اللي يختار الجانب اللي هو يقدم للناس بينما يحافظ على جوانبه الخاصة فيه وهذا مش نفاق ولا شي زفرينية وانفصام شخصية وان قناعة تلبسه قداء لا إنما إنسانيا أنت محتاج يعني غرفتك الخاصة مساحتك الإنسانية اللي هنا أنت ما تمارس فيها المثالية ولا تمارس فيها القدوة ولا تمارس فيها الرتوش ومظهر الإعلام وهذا يسويها كل إنسان منها زيل يعني عبدالله أنت الآن هل مثل ما أنا أشوفك؟ هاي؟ أنا ما عرف شو تشوفيني أصلا أنا أشوفك مرح أنا مرح ضحوك دائما ما شاء الله عليك ضحوك دائما ومتمرس إعلاميا ومتمرس متهرس إعلاميا أنه نرست ونتمرست يعني بس هو هذا شيء اللي أنت تراوينيه ولا هو هذا أنت فعلا؟ أنا حين فهمت ليش شايفتني في الحوار أنا حين تتأفهم ليش يعني لأن أنا أقول صفية يعني إنسانة مثقفة مشغولة ومعجونة بالفكر والأدب والكلمة والكتابة يعني شو الجانب اللي بتحاورني فيه وأنا يعني سمتي المعروفة أني مشاغب وضحوك وكاسر للقواعد وتسوي تحدي كبير لأي محاورة محاورة عبدالله لا أبسط عن شذي أبسط عن شذي هلا بستواضع منك إنما أنت تبغيين تعرفين هل أنا حقيقي ولا أنا يعني عندي جانب أخفي ما بأقول أنت حقيقي أو عندك جانب تخفيه بس قصدي أنت قلت وك أن الناس يشوفونك حسب اللي ينقصهم صح صحيح أقول أنت كإعلامي ذكي تختار زاوية معين صحيح فأنت اخترت هذه الزاوية عن قصد صحيح طبعا يعني بقولت شغلة لما أكون في لحظات الحزن مثلا ولا لحظات الغضب ولا لحظات المزاج المتعكر في حياتي ليش أظهر على الناس؟ شو ذنبهم الناس؟ شو جريمتهم أو خطأهم أني أنا أشاركهم وجه شاحب أو وجه تعيس الحياة أبسط عن شذي حل مشاكلك ثم تعال أبكي وحيدا ثم تعال وضحك معنا يعني بنشارك المشاهد مش صديقك الخاص صديقك الخاص ذاك تلجأ له ثم والأهم من ذلك أساسا ليش تجعل الحياة كلها بكاء ونكد وحزن؟ هذا أنت عندك المساحة الأساسية الطائرة أنا أشوف نفسي من بوينغاي سمونا A380 كبيرة واحد زي شوف الصفية جد تلف تجوب العالم طيب لكن لابد ما يكون لها محطة أساسية تبعها موقفها الأساسي المكان تتغذى فيه في الوقود وغيرها يعني فالإنسان نفس الشي هو قد يذهب إلى منطقة الحزن أحيانا لكن يجب أن يختار وين ميناءها الأساسي؟ هذه السفينة يجب أن ترسوا على أي شاطئ دائما أو أغلب الوقت طبعا دائما شوي صعبة صعب أنك ترسوا دائما في بر السعادة أنت لازم في الحياة بتروح إلى يعني النقص الألم المرض الحزن الفقد هذا طبيعي بس في النهاية تذكر بيتي الكبير الأول هو هذا البيت البهيج الجميل اللطيف اللي يحبوني فيه الناس ويشوفوني فيه الناس وبتهم أبتهج لهم وبتسم لهم فدائما جذي أنا إذا أنت مهنيا وين مرساك؟ أنا ضايع تعرفين ليش وين مرساك ضايع؟ يعني الإذاعة ولا التلفزيون ولا مكان آخر والله المتاح عشان ما تتب عليك عشان يكون صادق يعني لأنه بقولت شغلة أنت في المهنة هذه صعب تختار النوعية اللي تباها والبرنامج اللي تباها والفريق اللي تباها والوقت اللي تباها والقناة اللي تباها هذه أمنيات يعني في النهاية أنت محكوم بالمتاح الإعلامي الإعلامي طبعا أما إذا دخلت في عالم التواصل الاجتماعي والإعلام الشعبوي أو الرقمي أو الإعلام الجديد يسمون الآن اللي هو أنت بموبايلك الخاص وبحسابك الخاص تنشر محتوىك هذا موضوع آخر أني أنت شوية عندك المساحة وما أخفيش أن هذا أعطانا متنفس كبير لكن أنا أجد نفسي في كل ما ذكرتي يعني أنا مخلص للذاعة والميكروفون ورافقت سنين طويلة محليا في الإمارات طبعا وحتى والله خليجيا وحب الشاشة والشاشة تحبني نوعا ما في جانب ما ما حبتني يمكن فيها جوانب أخرى يعني أنا ما أنفع أكون مثلا مذيع أخبار أو أكون مراسل في وتجربت يعني؟ يعني رحت مركز الأخبار قدمت مرة يعني كان عندنا مرة بالصدفة قالوا لي عبد الله بتقدم في حملة تبرعات في مركز الأخبار يعني سيديو الأخبار الأوتوكيو وكذا طبعا بعض شك إنه مهنيا ما راح أقدر ولكن شفت الأوتوكيو يعني بالإنجليزي المعرب قطعة كيك مقارنة بالمآسي اللي هنواجهها في الهوى لما نكون ارتجاليين وعفويين عارف علينا النصب أكتوب وتقرأ الأوتوكيو هذا أو القارئ يعني فكان سهل جدا لكن أنا كنت يعني أتألم يعني أنا إنسان عاطفي فلما أقرأ خبر حزين أو موضوع مؤلم يبين على طول جدا نفاء مشاعري لا أبكي يعني ما أحتاج يعني مشاعري مفضوحة نفس اللي الضحكة هذه عندي نفس الدمعة يعني أنا دائما أنا إنسان مبالغ في مشاعري في صوتي في نبرتي في حركة يدي يعني أنا ما ما قدر أكون في الوسط صعب عليه شوية عندك أكستريم دايما أيو أكستريم أنا أقول أكستريم بس خفت أن أنت صفية متقفة تقولي لي ما هذه الكلمة لا لا متطرف مجازيا متطرف لا لا متطرف كلما مبحل وعود بالله إلا في هذا إلا في الشق الروحاني والديني والأخلاقي أنا أحب أكون يعني في المنطقة الآمنة مجازيا مجازيا طيب أنت تقول أنك حتى مساحة التواصل الاجتماعي عطتك هالحرية بس كأنك حذر شوية فيها جدا جدا لا لا لأن أقولي الشغلة كمان يما هي التواصل الاجتماعي أقول الآن لدينا مصطلح جديد مجموعة شباب طالعين في الواجهة تحت مسمى صناع محتوى بعضهم علاميين وبعضهم فقط صناع محتوى أحس بالخجل ننفسهم أحس أن يعني من أدوارنا أنه نحنا ندخل معاهم في المجال لكن ما نقدر نلغيهم أو نزاحمهم أو أن نفرض نفسنا عليهم أما في مراثون أصلا أما مع نفسهم مع نفسهم ما شاء الله توقف تقول لكن فأنت لازم تعطيهم المساحة هذه تعطيهم الوقت فأنت لازم ما تقدم نفسك باختصار شديد يعني دعوني مناسبة بمناسبات ما رحتها لأنه كان تعريفي صانع محتوى فتحفظت قلت أنا عشرين خمسة وعشرين سنة يعني أتعاطى هذا الوجع وهذا القلق وهذا الحزن وهذا التوتر في الإعلام وهذه الحروب اللي ما تنتهي مع الإدارات والصناع العرفتي المحتوى الإعلامي التلفزيوني صحيح عشان آخر شيء تختزلني في صانع محتوى سوشال ميديا تختزلني جد والله يعني هذا غلط طبعا لأنه هذا المصطلح للأسف وعلى فكرة أنا لوم بعض المسؤولين ترى لأن بعض المسؤولين يرى فقط بعين مصلحته فيقول لي أنت كإعلامي ثقيل مكلف متعب والآن قليل الانتشار بحكم أنه الآن كل الناس على الموبايل وهذاكي خفيف لطيف سريع وكوستر يعني تكلفته قليلة وانتشاره أكبر ويذكر لي القصص المعقدة بأسلوب بسيط وأنا أبغي هالشيء هذا أقول طيب ما علي بس أنت في النهاية عندك مسؤولية تجاه تجاه الوطن تجاه الإعلام المحلي تجاه تجاه يعني ثقافة الناس ووعيها لأنك انت باجر كصاحب قضية رسالة خبر تحتاج حد تعول عليه بالضبط بالضبط مهما نقل مهما نقل الإعلام الجديد تحتاج المهني في الحوار ثجيل مهما عملت أنت ما راح أروح أنا أشوف تغطية إطلاق مثلا القمر الصناعي الإماراتي أو رحلة المريخ مثلا في الإمارات عن طريق حساب أي واحد مؤثر كله مصدقائي طبعا أو معظم مصدقائي صح هني أحتاج تلفزيون يعني أنت تعتقد أن بعدنا مستمرين في رسالتنا نحن كتلفزيون كتلفزيون كأعلاميين لا تنسينا أن البي بي سي يعني يعني بعد هل عمر كده Tim بعد شيء ثمانين سنة صح تخيل أي قبل اتحاد الإمارات بشيء وثلاثين سنة صح بي بي سي موجودة وغلقت أبوابها ولا تنسينا أن الصحف الآن ما تعرن على رقام التوزيع ولا تجرى أن تعرن على رقام التوزيع وإذا أعرنت على رقام التوزيع ما تجرى عن، تعرن على رقام المرتجع يعني صعب أن التلفزيونات الآن تحط أجهزة رصد عدد المشاهدين فهي تلجأ لشركات تسويق تسوي دراسة عشان تقول صفية مثلا في المشاهدة برنامجها في الدرجة هذه عشان تعرف تسويقها بعدين تبيعها فحتى الدراسات هذه يعني معلش يعني بس هذا الشيء وين أين يضع عبدالله كعلامي يعني أكيد عندك أنت بعد تساؤلاتك ليش أنا أقول لك كذي لأني أنا مثلا يد فترة من الفترات كنت أعاني هالربكة الداخلية زين هل لازم أسوي سلسلة فيديوهات بهالطريقة هل لازم أنت في كل حدث زين شو أسوي أختصر طيب كيف أقدر أنا أسابق في هالسباق المتعب جدا وبعدين تفكر في نفسك أنت عطيت عشرين سنة ولا أكثر من عمرك في هذا المجال زين حين وين تصنيفك أنا قبل كم من سنة كنت أقول الإعلام كثر ما تعطيه يعطيك لا طبعا بس الحين اكتشفت أنه غير صحيح لا طبعا حكمة غير صحيح أبدا الإعلام لما يستوي عمرك ستين سنة بيقول لك أصلا ما يستوي عمرك شي وخمسين سنة بيقول لك شكر أني أعطيك العافية نبغي شباب بس ليش أنا أشوف جنسي ولم يستوي عمرك ستين سنة يقول لك تفضل بس ليش أشوف جنسيات ودول أخرى غير عربية خلنا نقول تعتز بإعلاميين هالمخضرمين خلنا نقول لا وخلي الاعتزاز بعد الأرقام شو تقول النجاح شو يقول بدون ما أذكر أسماء بدون ما أذكر أسماء أنت الخسران لما استثمرت فيني كشاب وعطيتني المساحة والوقت والناس عرفوني ويوم صار عمري في الأربعين ولا في الخمسين قلت لي خلاص استريحة فرصة حق غيرك الشباب وحقهم طبعا لكن ما في فرصة تأتي بالغاء الآخر طبعا فرصة بأنك تخلق فرصة ومكان حق البرامج الخاصة بالشباب لكن في النهاية اليوم أنت شايف أبرز الأسماء الإعلامية العالمية والعربية بعد هم كلهم ناس تجاوزوا الخمسين سنة والأربعين سنة وحتى بعضهم الستين سنة هني سنة نطروج سنة الركوز وسنة الإحساس تجاه المجتمع والقضايا ممكن هالإشكالية بس هني لا هي مشكلة إشكالية عندنا في صانع الإعلام المحلي يعني هو شو ينظر وبعدين نحن إيقاعنا سريع نحن دولة شابة وإيقاعنا سريع وشبابنا ما شاء الله شطار الجيل الصعز صحي شاطر وصواته عالي يعني صواته عالي بمعنى أنه يطالب بفرصته وبحقه حتى ما يطالب يأخذها أصلا وهذا صحيح وهذا شي صحيح ونحن لازم من نفسهم بس هو لازم يفهم شغله بأننا ما نريد شيء على قلبك يعني أطرير نحن ما نأخذ من مكانك في النهاية عرب تكير يعني في النهاية اليوم البث التلفزيوني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 12 شهر في السنة يتسع للجميع صحيح بس أنت المشكلة نظرتك كصانع إدارة إعلامية اليوم نحن لدينا إدارات الموسطة الإعلامية في الإمارات سريعة التغير وسريعة التبدل وهي تبحث ما زالت تبحث عن جلدها وشكلها وهيئتها بعدها يعني بس أنت أنت كإعلامي أنا كإعلامي أقول الشغل عبدالله أنت ما جاوبني على هذا السؤال شو يقدرك؟ أنا حاولت أتهرب بس نذكية أنا ذاكرتي قوية لا لا صح صفية نفس السؤال اللي سألتي نفسك 100% كان هذا السؤال اللي أنا سألته حرفياً لكن أنا ما حاتي لسبب واحد اتصالحت مع نفسي من سنين طويلة أنه أنا ما كثير مستعد ليوم التقاعد كثير مستعد ليوم اللي أنا ما أقدم برامج بعد كم سنة الآن إذا ممكن أتمنى كثير مستعد لي حياة ما بعد الأضواء ما بنيت أي شيء على فكرة أن أنت في الإعلام ولا مشهور ولا مذيع ما بنيت أي شيء لا علاقة لنمط حياة مادية لنمط حياة اجتماعية فلحظة الإخفاء الأضواء أو يعني إخفاء الإغلاق الستارة عنك بتكون نفس الحياة العادية بس ما عندك هذا الخوف من أن تنسى لا ما عندها الخوف أبداً لأن راح الجمهور اللي كان لا 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 متعلق فيك يحبك يسمعك كل يوم الصبح الصغارية صح صح كلهم هناك الحين في هذه المرحلة صح سؤال صفية هل أنت لازم تكون في الحياة يعني نابليون بن أبارت تكون خادم الوليدة تكون العقاد ما تقدر تكون أصلاً لو بغيت يعني هل أنت لازم تكون؟ أعتقد الحين أنا أفكر أنه لا ما بلازم أنا واحد من الناس تفكر أنهم صح أول يوم من مدرسة كان يقولون لي أنت شو أبغي تكون يوم تكبر شو كنت أبغي ما أبغي أكون شي ما كنت أتجاب على الهزبال ما كنت أعرف شو أبغي أكون يعني ما كنت تقول طيار لا لا ما بطيار بس أنا صراحة يعني أنا كنت أسوي لي كنت أبغي أكون بدون ما أقول كل يوم سيكون مكرفون من الروضة أغني أنا البناء ولا أكسل لاحظة أغني أعلمون إياها في المدرسة يعني بناء ما قال المقاول ما قال صاحب شركة عقارات ما قال بناء يعني واحترامي طبعاً للبناء لا بس في جيناتنا هذا الحفر إن شو في جيناتنا أنك لازم تحفر ليش زي ليش تباري بناء أنا ما بغي أكون بناء البناء مقدر وعزيز وحبيب ولكن أنا أبا أكون صاحب البناية بس نحن ما تربينا نكون شذي يعني ما نغذون ونحن تبار بهذا الفكر اليوم يوم تشوف الجيل اليديد يفكر بهذا الطريقة تحس سعات أنك بعيد صح 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 فالفكرة اللي برجع لها أني أنا ما فكر أكون عظيم أو آيكون أو شي مهم في الحياة أنا فكر أن أكون نساهم مستمتع في الرحلة هذه أنا قارب قد تراني يخت كبير بس أنا قارب من ورق في نهر الحياة مره يمين مره يسار أهم شيء أنا بالنسبة لي الله يخليكم لدي صخرة وتوقفني كم صخرة يتصخور كثيرة أروحي مين ويسار تتفادى مبانا التيار 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 الحياة يودينا ترى يعني صفية رح أقولت شغلة أنت كم أسامة رد عليك في حياتك ولا شطارة منك ترى أنت ما سويتي شيء أنت الله عطاتش إلهاء رسوم الله عطاتش صبر الله عطاتش جبر خاطر الله عطاتش حل الله نور قلبك باتجاه معين ورح تي فنحنا لانت فلسف ونسوي عمارنا عظاماء ورس شوفي كل إنسان يعني لما يفشل الإنسان يقول لك أنا مش مسؤول عن حياتي بس لما ينجح ويحقق شيء كبير ينسب الفضل يقول أنا اللي تعبت وأنا اللي سويت وأنا الآن بعد التجار الكبار عندنا لما طلع في موبايل وسوشال ميديا صاروا يقدمون هاي النظريات عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيقول لك أنا عملت وأنا بنيت وأنا سويت وأنا 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 مع أنه يعني لو يفكر فيها ترى كل شيء الله اللي عمل لك يا وكل شيء ترى كان مرسومي يعني بصدفة ما بس هو ما يعترف بهاللحظة الحاسمة اللي فيها كان قصة إلهية جعلت مني يعني ناجح يوم كنت تغني أنا البناء لا أكسل لا أكسل يعني بعد ياريد بناء ومرتاح بعد أنا البناء ولا أكسل يقول اشتراني دائما أعمل يعني شو هذا كان يبون يبرمجون نحن نكرف نكرف في حياتنا في أي إمارة أنا فراس الخيمة طبعا فراس الخيمة هي أنا طفولتي لين ثانوي؟ في أي منطقة؟ في معريض أنا طفولتي ولد فراس الخيمة لين الثانوي العامة؟ قصتين صاروا في حياتي الأولى لما سافرت ويا حيات أبوي الهند صف أول أو قبل صف أول في 1985 شو؟ لغضة شو؟ كنت عمرك؟ كان عمري ست سبع سنين أنا مولي ثمانية سفين فهنا قدرت كم عمري أنا؟ المهم الفكرة أن ترفضها عمارنا قلنا نجيل الشباب الفكرة صفية أن أبوي قال بيسير الهند ويا واحد مرة ربعة يفحو صلات وشذيذة يعني الأولين نحبون يسيرون بمبي وايد ونصحت لأسيري ويا أنا وحيات أخوي وصرت الهند تخيلي عادة أنا كنت حتى يمكن تبايا هنا مرة مرة كنت أنا صغير كنت ففجأة فتح عيني أشوف عمري في غير تجربة السفر والطيارة والمطار أنا كان المطار صغير بس لون آلاف الألوان والأجناص الأديان اكتشفت أن الحياة مو ببيتنا أنا كنت تحرى حياة بيتنا وفريجنا يعني تحرى الكرة الأرضية تنتهي بعد فريجنا بشوية يعني فأني بدأت أتعلم من اللحظة الأولى أبا أكتشف الحياة لأن أكتشفت أن أنا يعني الزوائل الأربع اللي كنت أشوفها كانت وايد بسيطة مقارنة بالحياة الرحبة المليئة بالألوان والأديان والثقافات واللغات وانت عارف الهند يعني بلد صح كالرفل وائد ألوان وائد أبهارات وائد وروائح وائد وتناقضات صح وفئات وطبقاء يعني شغلات عجيبة غريبة شيء ثاني لما خلصت نوية وطلعت من يعني خرج ولم يعد أنا طلعت وما رديت يعني وانوية رحت يعني خطكت وانوية في الحياة ومشيت خلصت نوية ورحت الجامعة وشتغلت بنفسي وعفرت عقولة المصريين يعني حفرت بظفوري وكنت أشتغل يعني حاولت أكون نفسي بنفسي اي فيعني شو كانت أول وظيفة موذيع ما أشتغل شيء ثاني لنت خافين بس يعني طول عمرك لا لا اشتغلت وظيفة ثانية بس كنت بالإضافة لموذيع أشتغل أشياء ثانية يعني هو هو شوفي يعني يأتني مرحلة حسيت أن فعلا المجار الإعلامي يظلمنا نحنا كتسلسل وظيفي يعني صفية تبدأ موذيع ما عنا تسلسل وظيفي وتنتهي موذيع 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 إلا إذا تختارت مديرة فلازم تلعب تكنيك ثاني وتدخل في دائرة ثانية عرفت كيف والموذيع المدير أو المدير المذيع مظلوم أو ظالم بعد ممكن يعني أو ظالم لنفسه مبلازم مظلوم مبلازم من ظالم لغيرة صح لأن أحيانا يوقف الشغلة هو بداعه هو عشان والله أنا مدير أو أنه إذا قدم يعني يعني يصنف يعني وضع مو مريح فأنا ما كنت أحبه يعني وما دخلت فيه أبدا يعني حاولت أو أعطوك هاي الفرصة يعرضوا علي بس اعتدرت لكن الفكرة اشتغلت في القطاع الحكومي كوظيفة عادية وصلت حتى لمدير يعني إدارة في مجالات وظيفية عادية لكن ما كنت سعيد لسبب واحد أذكر آخر وظيفة اشتغلت فيها كل اجتماع أحضارها في بسمة عند في ويه الناس يا مسألة ليش تضحكون يقولوا لي ذكرنا ذكرنا المندوس ذكرنا ما دري شو تاحلي ذكرنا برنامج ينتم سوئنا ذكرنا كما تكلم بلهجة السودانية ويا ما دري منو ذكرنا الله أصح أنت أنه وضعت فيها يا الخانة المشكلة أنه ما دري أكون يا بحد أبا أعمل معاه مشكلة أصلا عندي معائش وعندي معاه ملاحظة فهو اجتماع أصلا يعني في تصفيت حسابات هو يستقبلني بالأحظان وبالترحيب وبالمحبة يقول ويقول شو يتسويني يقول في عندي مشكلة مع المدير يا يشوفه هو ما دنيا أنا المدير وبعدين قررت فقلت أن الناس إذا حبتني وما زالت تسأل عني وحطت الفترة اللي وقف فيها من الإعلام كل فترة وقف فيها من الإعلام وأنا أعتبر نفسي مقلب المناسبة يعني فيه الحاح فقلت طيب مدام الناس تسأل عني معاتها بعدني يعني مرغوب أو مطلوب أو ما بقول محبوب محبوب كلمة شوية كبيرة بس أن الناس بعدها يعني أنت صغير أنت عندك خفة الدم هذي لا ولا أنت بديت تطور ولا الآن عندي خفة الدم كيف ما عندك ما شاء الله عليك والله العظيم ما عندي خفة الدم شوف يقول الشغلة أنك تسوي عملك تضحك أو تبقى تضحك أو تبقى تسعمك ضريف تستوي يعني ثقيل ثقيل صحيح يعني ما لا معلم أنا أعرف أني أنا بالنسبة للبعض مم مريح ولا مبحلو ولا طبيعي يعني أنا مثلا ما يضحكني كثير من الكوميديانات العظام ويضحكني مثلا واحد شديد لأنها هي أرواح وهذه ثقافات وهذه background أو خلفيتك أنت وتركيبتك أنت فيعني أنا ممكن أكتب قصيدة هجاء كاملة في اللمبي بس يمركب الطيارة مراتها شغلة عارتك كيف؟ لن يضحكن يعني يريحني يعني عارفين شو؟ عارف أنه عارف أنه يعني عارف شو يقال عنه وعارف أنه لكنه قصد يعني مو يضحكني بس أنه ما يتعبني يعني شخصي أفهمها فهمتك عارفت كيف؟ إي فأنا وأنا صغير أنا عفوي منطلق لا تنسي أني أنا كان وزني من 60 كيلو أنا ما عارف هالمعلومة تحكم بيها كنت وايد متين وايد صفية ما يدور الكرسي بعدين شو؟ يعني المتين أنا شو سويت؟ المتين أي حركة يسويها يضع مستعيل يكون جدي يعني ما يتكلم جد بس عارقته والمودي ويختبت ويعود وخدود عود عارفت وعيوني صغار فبديهي الناس طبحك وتحبك وصار جزء من طبيعتك بل أنا كان عندي مشكلة وأنا صغير في مراهقتي اللي هي؟ أني أنا أساساً أني أقول لحكي الناس أني أنا ريال وكبرت ومراهق ويوني الحريم في الشارع ما عارف إن بعض الحريم كبار وشي يا أختي كتكوت ويزخ من أخدودي ويلا أبو في وي عاربتي فشفت نفسي بديهياً مو بقادر أكون إلا جدي جدي عارفت كيف؟ وكتشفت إن يوم أكون جدي أتحول إلى دراما يعني يعني إذا تكلمت معه جد تمت كين أسوي جدي ترى حتى بنتي عندي بنت معقدتني تشي تسوي نفسه بوها يوم أركز بشي ودمعت جريبة فلا وكل ما كبرت في الحياة اكتشفت إن لا الثقافة والعمق والفكر والتأمل ما رح يقودك إلا لأنك تكون إنسان سعيد ومبتهج ورحلة الحياة قصيرة ما تستحقد تعديها عكس السائد أي للأسف ما يهمني السائد عشان تشي قدرت تبني هالعلاقة الطيبة مع الأطفال؟ طبعا كيف؟ عيالي عيالك صح بس قصدي الأطفال الآخرين أي عيالي بعد وعيالي ما تكتشفت إنك تقدر تكون معهم بهاللطف بهالأريحية يتريونك كل يوم الصبح طبعا حين قصر معهم حاليا ما قدم الصبح بس الفكرة يعني أكيد برجع لهم في يوم الأيام بس هم معاي حتى في براج مسابقات اللي سويها في رمضان وغيرها فقلت صفية أنا مرة مرات رايح أود 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 عيالي أو شي أي وشوف أطفال في سيارة أبوهم الضاهقين أم ويمين زين أنا الصفح أحب أنش أشوف بساطة المدارس أحب أشوفها جداً بيتي أشوف الطلاب راح نمدرسة مبس عيدين أثقال شنطة ثقيلة مشوار ثقيل فقلت لو بيدي أنا وأشغل إذا عات الصبح وما في شي خاصهم كل شي في الصباح عندنا مشاكل قضايا نقاش قرار تعرفين وهذا الطفل طيب هذا الإنسان هذا البذرة تعرفين أنت اللي يبدأ يومه باتسامه يستمر يومه كله جميل اللي يبدأ يومه ببنكد يأثر على يومه يعني طول اليوم يتأثر فقررت أني أنا يعني أحاول أسعدهم وصدقاً صدقاً ما أقدر أتعامل مع أي طفل إلا أننا واحد من عيالي يعني طبيعياً أحس أن ونحن شي تربينا يعني نحن في فرجان الأولية كل حد يعني ممكن يوبخك كل حد ممكن يقدبك كنا نلعب كورة يوم يأذن مبطوع ولا إيمان زايد بس لازم يوقف اللعب لأنه يوقف غصباً عنك لأن أي واحد بيطوف لازم بينزله بيزب كذا بسد صح عارضي شكايل صح فنحن ما عدنا والله هذا ولد الجيران منكو فيك عارضي كيف فنحن نفس الشي أنا بالنسبة لي أي طفل أشوفه أي كان أنا عندي علاقة مع أهله إذا ما كان من أقاربي من أصدقائي حد من أهله من أصدقائي حد من أهله يستويلي نحن مجتمع صغير وملموم فنتعامل معهم بصدق كعيال وعلى فكرة نحن في الإمارات ويتقصرنا يعني فين نقدم لهم محتوى خاصة للأطفال حتى المحتوى الخاصة لنقدمه نسميه للأطفال هو أحياناً ما كان للأطفال مية في مية أعطيك مثال برامج الكرتوني اللي سويناها في الإمارات مثلاً يعني لكن الآن فيه فيه قناة ماجد فيه بعض المحاولات فيه بعض البرامج تمنى أنه فعلاً ما ننسى ليش صعب أنه واحدة من عيالتك ولا واحدة من عيالتك يقول لك أنا البندورة الحمرة مزروعة بين الخضرة لا نحن ما نقول بندورة نحنقول طماطق عارضتش قايم صح ف محتوى جميل لكن أنا أبا والدي بعد ياخذ محتوى له موجه له هذا شيء يخليك قلق من ناحية عيالك 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 لا عيالي أنا تكمل سؤال شخصي أنا أبشرت عيالي عيالي ما أدري كيف أنا أبع متعب الرياض عندي بنت أتكلم سعودي لا صد على أمها يعني فبنتي تقول دحينة يقول لها بابا لا تقولي الدحين لا تقولي الدحين لا حلو فتقول تقولي دايما كيف حالك أقولي لا بابا تقولي تقولي شحالك شحالك فسوت إيش شحالك يعني تخيلي ما استقلق عليهم من ناحية المحتوى إيه طبعا طبعا قولا واحدا التغيرات الدنيا اللي في الدنيا اليوم أكيد 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 أنت أنت عندك الإنترنت تدخل مواقع أنت في حالك تدور ماذا نحيانا سفر أكل شي ويطلع لك تطلع لك أشياء تخوف أشياء تخوف صح الله وفتقول ما بالك الطفل فأنت تخاف عليه عسلنا الوحيد أن يعني كمان مثل ما تطور الجريمة يطور بعد معالجتها ومقاومتها في وسائل لكن طبعا بعد الخوف الزايد على العيال مش معذوب يعني مش منطقي يعني نحنا هل نخافوا علينا قبل مثل ما هل نخاف على عيالنا صحيح وهالينا بعد اللي قبلهم خافوا وكل جيل يي يقول هذا الجيل الله عينه وهذا الجيل مدر شو فيه وهذا الجيل ولي بعدنا بي بيقول نفس الكلام صدق صدق يعني لحنا ترى شقال الله سلمنا ممكن نسمع أهلنا الشي يقولون نحنا الجيل طلع فيه الانترنت نحنا الجيل طلع فيه الموبايل نحنا الجيل طلع فيه قناة فضائية بس كنا بعدنا ماسكين شي من اللي قبلنا في شي بعده موجود فينا يخلي يردنا يشكلنا حراسة بوابة بمصطلح العلامي يعني عندنا رقابة ذاتية أكبر يمكن يمكن وبعد ترى اللي قبل قبلنا كانوا يقولون عن اللي قبلنا بنفس الطريقة نفس الكلام أعتقد نفس الشي ما أخفيش إنه آن فيه تحدي ثقافي كبير في العالم صح يعني قولا واحدا من أعز صديق عندك أكيد عمر عمر ما بتعرفين ما بتعرفة صح هل تمكن زميل إعلامي لا لا ما عندي صدقات إعلامية إعلاميين زملاء واحترمهم واعزاء لكننا لليش قلت عمر من بين أصدقاء العزاء كلهم يعني بعدش دي أجحاف في حق أصدقاء آخرين بس لأن عمر إنسان محد يعرفه يعني إنسان جدا مكافح في حياة أصلا ما أشوفه هنا لأنه هو دايما مع عياله ومع عائلته بس صديق ما عمره شفت مني أي غلط ودائما كان يعني حاضر معايا في كل ظروف حياتي وفي الفرح وفي الترح ليش سألتك هالسؤال لأنه يبدو لي إن شخص بشخصيتك أنت كأن الدائرة مالت ضيقة ضيقة جدا صحيح صح الكلمة يعني هي هي ظاهريا هي علاقات منتشرة وواسعة جدا وعبدالله يعرف كل حد وأتكلم مع كل حد أنا صديقي يعني ترى شوفي صفيه يتصلون فيني ناس يتكلموا معي نص ساعة نص ساعة يتكلم معي نص ساعة أنا ما أعرف منه طيلي والله العظيم شحالك شو الأخبار كذا ويسألني عن موضوع وجاوب واتفعله واخذ وعطه ويسكر اللي حتى أقولي منوها أقول لي ما أعرف بس أستحي أقول لي أنت منو ليش أستحي أقول أنت منو لأن يوم كلمني هو كان مندفع في طريقة ترحابه وده ومحبته وكلامه كأنه يعني أصدقاء ما بغيت أخذله في لحظة وأقول لي أنت منو وما أعرفتك بتكون وايد كسرة قوية وبتكون وايد قبيحة مني حالة طبعا طريقة ما أتحايله عشان أمسك الشغلة وقبضة يعني لكن علاقاتي مع كثير من الناس علاقة طيبة ولن أنا أعتبر نفسي أطلع في التلفزيون في اللذاعة من 20 سنة وياهم فهم متشربين شخصيتي وعارفين كاركتري وعارفين هويتي وأي واحد وعرفتك شي مؤذي لأن في بعضهم في لحظات يجاوز يكسر الدائرة الخاصة هذه يقتهم يقتهم بطريقة كلام يعني واحد مرات يلمس ويودك وماذا يش يسوي ويدز ولا يسوي وبدون ما يسلم فأنت تشوف هذا السلوك فضل يعني ما توقعتك أنه ممكن تكون تتعرض لها المواقف لا تعرض هذا حادي ماذا أنك أنت كوميدي وتضحك تعرض لك واحد وحطيه لعا شتفك ويا ريال شو لا 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 يعني عربتي كيف فأنت هسا تتقبل وتضحك مع الكل وتمزح مع الكل وتتقبل للناس اللي يقولون عنك كلام مبحلو جدا شو أسوأ شي نقال عنك يعني ما في مصطلح معين نقال عني يعني وصمت فيه يعني لكن كل الشي اللي نقال بشكل سلبي نقال عني كل شي يعني فتتقبل بالعكس بالعكس إذا ما نقال في مشكلة وإذا ما نقال معاك أنت مش مستفز نجاحك غير مستفز أنت نجاحك وائد سهل يعني تعتبر نفسك ناجح جدا أنا مم مغرور لا أسألك عم بمقاييس النجاح بالنسبة لك طبعا صفية يعني إذا تقارنين بالظروف اللي كنتنا فيها ومعطيات اللي عندي وطريقة تماهية مع الواقع وطريقة تحاولي على الإشكاليات الحمد لله رب العالمين يعني وأكثر للشيال في حياتي وصلت لها يعني أنا كنت سام بسيط ومنياتي بسيطة واتجاوزتها جاوزتها يعني الحمد لله نعم وبعدني أشتغل وبعدني بصحة وعافية وبعدني أضحك وسولف وسير ورد شو ما أصل عن شي يعني الحمد لله درس وايد مهم مر عليك في حياتك وغير شي فيك يعني أنا ما في شي دائم لك يعني من الناس من العلاقات يعني أنا صرت زاهد فيها ما أخفيش التعلق أني لا تتعلق في حد عيالك تتعلق فيهم حتى عيالك الزوجتك تتعلق فيها أنا عرف أنها اللقاء بتشوفها أم محمد وبتشوفون عيالي يمكن عقب سنين لا تتعلق في حد التعلق في واحد أحد سبحانه لكن التعلق في البشر يعني أنا عرف أنها الكلام لقولها قاسي ويمكن البعض ما يصدقها أو ما يقتنع فيها أو يستدفها لكن الحياة بتعلمك يوم بتكبر يوم الأيام ما في شيء بيدوم لك لأن أنت يوم بتخلي تربط ذاتك بإنسان هو راحل عنك إذا ما رحل بموت أو بفراق رح يرحل عنك بمشاعره يوم الأيام رح يرحل عنك بوجوده ما رح يهتم فيك مثلا رح يتغير ما بو نفس اللي كنت متعلق فيه وبالتالي لا أنا دائما علاقتي مع البشر فيها استغناء ود ومحبة لكن ما أرتبط ما في تعلق هذا طعام بعد خيبات أمل وظروف ما بتوصل لها الحكمة آخر شيء نزين عندي الحين آخر فقرتين عبد الله أول فقرة إجابة بكلمة مليتي مني نا أبدا والله مستانسة نزين نزين عبد الله يجيب على أعدائه بالحرب أم بالمحبة لا حرب أوف أوف ما فيش هذا أنت طبعا نزين تقي تماما صفية اللي أكرهها في حياتي يعي ذلك تماما لا 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 تحريني الناس تحريني مجامل ومنافق لأنني أضحك مع كل حد لا أنا اللي ما أحبهم يرى ذلك في عيني تماما يعني وممكن على فكرة ممكن أسلم عليه وقول ترانت إنسان وايد زين وايد طيب وايد محترم وايد مجتهد بس أنا ترى ما دانيك يقولي ولا أنا قلوا حبيبي ما دانيك وهذا يكمل ويتحرك تمزح يمكن هذا على التكنيك عندي أنا هاي من الخبث اللي عندي والتكنيك إني أنا أغلف أي شيء أبغى أقوله مزحا فأنت تقراها تفهمها عد عراحتك كيف كنت عد لو خيروك بينهم الإذاعة ولا التلفزيون لا التلفزيون طبعا أف الأضواء والشهر يا عبدالله الإذاعة 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 مشكلة يا صفية الإذاعة ورطة صدق الإذاعة ورطة يا صفية ليش الإذاعة تحبها تستمتع بها الله يرحمه يوم لأيام كنت في إذاعة بوظبي أقدم وكان نور الشريف الله يرحمه كان يقدم برنامج اسم وزنك ذهب حلقات قدمها سمعني في الرادو سأل عني يا بوني نور الشريف يقول لي يا ابني لازم تهرب من الإذاعة إيه يقول إنه اشتغل سنوات طويلة في الإذاعة ما حد عرفه لما بعدين طلع في التلفزيون وسهوه دراما تلفزيونية طبعا الإذاعة و المسرح هذين الأثنين عشقه و جماله وسعادة وتستمتع لكن تكتشف إنه سنين تمر عليك ها وبعدين الناس ما يعرفونك يعني أنت بنسبة لك أن تعرف مهم لا مو بس أعرفهم أن الإذاعة تظلهم أكثر تصرغ كثير من العمر برامجها يومية تشتغل وايد مردودها قليل أنت مخفي أعرف كيف ما تحصل كريدت ما تحصل مردود بتعبك و شغلك للأسف شديد تستمتع جدا لكن يتظلان يوم الأيام بخبت قصة بس ولي خلتني قلت لا لازم أطلع في التلفزيون كنت أقدم في العيم مول نقل خارجي فكت صغير بعد ما مزوج يعني فيد شابة جميلة جدا تقول لي سلام عليكم أخويا قلت له قالت وين المذي عبد الله قلت له أنا عبد الله قلت له لا ومن هنا قررت تغير رأيك أنا قررت أضعف وتستيب التلفزيون وترى هذا أنا عرفك كيف وهذا سيفو هاي خلاجين وزن جميل بترابب بغيته وعرفت كيف وقررت أن يصير عندي معجبات ومريدين ومحبين وليش شوفيني أنا ما أدري أقول الله يسامح ولا أقول الله يزاق خير صحتني شوي طيب يا عبد الله الإعلام الناجح يجب أن يكون محاور مميز أم له معرفة وثقافة لثنين طبعا بس هو الأهم المعرفة والثقافة مبلازة تكون محاور يعني فيه إعلاميين يعني موش محاورين شطر أحيانا في بعضهم محاورين شطر لكن ما يمش بتطلع على المادة يعني أو يقرأ بس في حدود الضيف بس يعني الله عطاه سرعة بديهة طريقة ما فيه أحيانا الله عطاه يعني جانب بوليسي يحقق طريقة ما عارت كيف لكن ثقافة طبعا الناس تتحرى تتحرى أنت كموذيع لازم تقرأ بس تقرأ لا للأسف وكثير من الإعلاميين للأسف للأسف يستهنون في الموضوع وخاصة اللي في قال بي أنا اللي هو الأنترتينمنت المنوعات يعتقد أنه ما بلازم يعرفه شو بيسوي عبدالأصماعي بيطلع في المضان بيقول مندوس مندوس يلا اختار مندوس ولا بيطلع الصبح بيقول حقالي هالصباح جميل يلا يتحرى شديه هو ما يفهم أنه لازم تحتاج إلى قراءات كثيرة لكي ما تقع في خطأ بسيط أو ما تقع في خطأ تربوي أو ما تقع في وإنسان طبعا يقع في النهاية مهما كان بس في النهاية الثقافة تحميك وغير شدي الثقافة تخليك حتى كوميدي جميل وذكي وتعطيه محيانا فيهات لليفل أعلى لأنك أنت مطلع ترى معرفة اللهجات والثقافات والأكلات هاي ثقافة جدا جميلة جدا جميلة صحيح والثقافة أنت تتفقين أكيد معاين الثقافة مش بجموعة معلومات عامة يعني مش بطايق سنجين ولا بس قراءة كتب يعني اي يعني هي حياة اكبر عن شي اي بالضبط لو لما كنت إعلاميا كنت سألني السؤال شاب وضايقني صراحة ما حصلت أني غير يغلط عليه شي يعني يعني هو نظرتك كان يقول كنا في معرض الإعلام في كونغرس الإعلام في الوضبط فهو أحد يسوي محتوى هو وذي لهم المحتوى وعنى من المذيعين تعرفين كيف الضرائر يعني معني أنا وياهم يعني أسوي سوشال بيدي بس قال لي سؤال لو في هذه الطريقة عرفت منه لو لم تكن لو كنت ما كنت مذيع شو بتكون قلت للاعب سومو يعني لأن استدفعت السؤال أنا ذاك يعني عبدالله ليش ما أكون مذيع لو ما كنت مذيع شو الوظيفة اللي أتمناها يعني وما زلت أتمناها أكون غني عبدالله هاي ما بوظيفة رجل أعمال ها أوكي رجل أعمال غني 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 ماذا المتاليات يعني أقول لك والله أكون مثلا موظف خلاص أوكي رجل أعمال ناجح السعادة أخاف أقول لكي موظيف طيران لا يا عبدالله طبعا يعني بعد العين مولة لا والله أما يكون مضيف طيران يمركب طيارة يعني واجد على المضيفين مو بطيارين على المضيفين أقول لي أخي والله ودي أشتغل مضيف عشان أهزء كم الواحد بس ما يضبط لا طيب السعادة قرار أم ظروف حياة لا طبعا السعادة قرار السعادة جهاد السعادة كفاح أنت لازم أنك تضحك وتبتسم وتبتهج لتصبح سعيد مش لأنك سعيد الفكر الغلط عندنا أني أترى ظروف مثالية عشان أستوي سعيد ما رح تيك لا أنت عيش سعيد عشان تتعدل الظروف والتعبانة وتصبح ظروف أفضل النجاح اجتهاد أم ضربة حظ الثنين الثنين يعني اللي ينكر دور الحظ هو يسمح حظ هو طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى هو هذا اللي أنت قلت عنه هو هذا اللي أنت قلت عنه المسار اللي يخليك تتفادي الأشياء والتيار طيب الحين نعم أم لا تلفزيون والإذاعة عطونا عمرهم وولدت مواقع التواصل كبديل لا أحيانا تصنع الابتسامة خلال تقديم البرامج رغم مواجهة البرامج نعم أم لا نعمين مع الوقت قد أعتزل الإعلام وأتفرغ للتواصل اجتماعي أنت خربتها في آخر شق أتفرغ لي أصبح رائد أعمال أيها إذا صعدني فلوس نعم ونعم نعم أنا أحب أن أسخر من نفسي أحيانا قبل أن يسخر مني أحد نعم الابتسامة سر نجاحي ولن أتنازل عنها يوميا نعم نعم وصر نجاحي شوية بعد يعني عامل كبير نجاحي بس هي مش صر نجاحي صر نجاحي أنا الله يحبني يعني كنت مغرورة لما قلت لك أنا ناجح بس أنا مغرور أكثر وأنا قلت إياها أو ممتلة أكثر قلت إني أنا قلت أن رب العالمين يحبني يعني صدقا هذه كل حكايتي أنا يعني أن حكايتي أنا إذا الله حب إنسان كيف ينجيه وكيف يعطيه وكيف يعالجه وكيف يربيه وكيف يصبره وكيف يحبب الناس فيه وكيف يسلك للأمور وكيف يخليه يعني يشوف أشياء يعني هاي قصة حب عظيمة نعم خليتنا نجوف أشياء قوائد حلوات الله يخليت عرفت ليش طلبت أن أحاورك إن شاء الله ما ندمتي بس أبدا والله عبدالله إسماعيل شكرا لك صفية شحية أنت إنسان رائعة أنت إضافة جدا نوعية أنت حالة نادرة ومميزة في إعلام الإمارات فقط استمري لأن الشاشة تحتاجت وأنا متابع لك حتى في خربشاتك يعني مساحاتك اللي في التويتر والأشياء البسيطة اللي تسوينها أنا أتابعها بشغف مبارج هالبرنامج وهالجمال كله شكرا لك شكرا لكم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة